استقبل فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرأسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلادنا محمد حمد الزعبي وفي اللقاء نقل السفير الإماراتي لفخامة الرئيس تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنياته له بموفر الصحة والشعب اليمني الأمن والاستقرار والسلام بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير الزعبي نقل تحياته وعضاء المجلس إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وتمنياته له وافر الصحة والسعادة وللشعب الإماراتي الشقيق كل التقدم والرخاء وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين والأفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع اليمني والجهود المشتركة لتنسيق المواقف زى التحديات الراهنة على كافة المستويات حضر اللقاء مدير مكتب رأسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعبي